السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي انه ربنا ان شاء الله معادنا مع زمن الماضي البسيط زمن الماضي البسيط اهو احد الازمين المهمة جدا اللي انا بستخدمها في اللغة الانجليزية شكل ما قلنا حبيبي قبل كده عشان اقول ان انا هاضم اي زمن وعارفه كويس واقدر افرقه عن الازمينة الاخرى ان انا اكون عارف فيه خمس حاجات اول حاجة حبيبي هي الفورم الفورم حبيبي اللي هو التكوين بتاعه الاستخدام والاستخدام ده ملاي الكيورس يعني الكلمات تدل على الزمن النافي السؤال وكمان ازاي يحول المبني طبعا لما اقول لك الزمن ده بيكون من ايه يعني الفعل بتاعه شكله عامل ازاي تاني تكوين زمن يعني شكل فعل اللي الفعل فيه زمن الماضي البسيط عبارة عن تصريف تاني التصريف التاني ده حبيبي ممكن يكون عادي او شاس طيب باعرف انه عادي او شاس ازاي اقد للاعادي بلاقي مضاف للفعل الاساسي د أو اي د أو اي اي د شكل الايك مثلا بيسلا باقي الماضي بتاعها لايك هنا زود د ليое عشان هي بتانتهي بإيه play الماضي بتاعها played زودت لها اي د cry هلاق الماضي بتاعها cry طب ليه هنا باقى قلبت ال y وهنا مقلبت ش قال لك لان ال y هنا قبلها حرف ساكن لكن اللي فوق قبلها حرف متحرك بإذا أنا بقلب الواي لآي وزود الإيدي إذا كان قابلها حرف ساكن مش متحرك طيب كلمة شكل كلمة drop الماضي بتاعها dropped هنا لو لاحظت أن أنا بعفت الـ P وبعدين حطيت إيدي إذا انتهى الفعل هو زي المقطع الواحد بحرف ساكن قبل حرف متحرك بضعف الحرف الأخير أما الفعل الشهاز بقى حبيبي هو الفعل اللي ولا بزوده دي ولا إيدي ولا إيدي يعني ما بغير شكله يعني ما بخليه شكل ما هو شكل جوانت يبقى إذا أنا معرفتش أن فيه فعل منتظم أو غير منتظم إلا لما خدت تصريفات الأفعال إيبقى لما يجي قولي ويجي سألني جملة دي بزمن إي ولا هروح لآي ولا هروح لتي بي هروح للفعل التاع اللي هو watched هلقيم زود له إيدي فبالتالي حول على الفعل ده فعل ماضي ولما اسألك عادي ولا شهاز هتقول لي عادي لما أجولك كده إي ص أفل يعني هو شاهد فيل لما أجي أقولك الجملة دي في زمن إي فبتروح لفعلها الفعل هنا إيه هتقول لي صوت هتقول لي صوت ده الماضي بتاع سي فبالتالي الجملة دي في زمن الماضي البسيط يبقى إذا حبيبي بعرف إن زمن الماضي بسيط يأما بروح للفعل ألاقيه مضاف له دي أو إيه دي أو فعل شاز من اللي أنا حفظهم طيب ده بالنسبة حبيبي للتكوين تعالوا نشوف بقى حبيبي النفي قال لي لما أجي أنفي زمن الماضي البسيط بنفي بكلمة didn't ورجع الفعل للمصدر تعالوا حبيبي بنفي بكلمة didn't ورجع الفعل للمصدر إلا لما يكون الفعل بتاعي was aware النفي بتاعهم wasn't or weren't لكن ما ينفعش هنا أقول didn't يعني لما ييجي مثال يقول لي he washed the car يعني هو غسل عربية ويقول لي انفهالي فحاوله كده he حان في بقى بكلمة didn't washed the teacher جعواش يبقى he didn't washed the car يعني هو مغسلش السيارة لاحظ بقى أنا قلت he didn't ورجعت فعل للمصدر يعني ما ينفعش أقول he didn't washed هتقول لي لأ طبعا مع didn't لازم الفعل يجع المصدر وقولنا كلام ده كمان مع don't or doesn't أي verb to do ما يجيش وراء إلا مصدر إلا بقى حبيبي لو كان الفعل بتاعي was aware يعني لو أنا قلت كده he was happy يعني هو كان سعيد قلت لك تعال نين في الجملة دي ما ينفعش أقول بقى هنا he didn't be happy no هقول he wasn't happy يعني هو ما كانش سعيد إلا إذن حبيبي كل اللي أفعل في الماضي بنفع بديدن ترجحها لأصلها إلا was where was بتبقى wasn't where بتبقى weren't نفس الكلام كده لو قال لي they were at at home يعني هم كانوا في البيت لو حبيت أن في الجملة دي فحقول they weren't at home يعني هم ما كانوش في البيت طب ازاي بقى مستر حاجيلي الحاجات دي في الاختيار كلام بسيط خالص سيقول لي he didn't ولا wasn't ولا weren't play the match ولي تعال هلأ اختار حاولوا كلام بسيط خالص هنا أنا لازم أبص حبيبي وراء الأقواس وراء الأقواس سألاقي كلمة play play ده فعلا في المصدر خلي بالك حبيبي المصدر مستحيل يجي وراء was where عمال يجي وراء didn't يبقى نفي هنا بdidn't فأقول he didn't play the match ليه او wasn't or weren't الفعل اللي بيجو وراءه بيكون حاجة من الاثنين يعني if they're plus ing إذا بيقى مضو مستمار يعني مبني مجهول طيب يا مصر لو قال لي they didn't ولا wasn't ولا weren't happy حاولك happy دي ايه هتقول لي مش فعل وطالما مش فعل يبقى إذا ما ينفعش افتار didn't didn't مستحيل تيجي إلا بفعله وراها في المصدر بقى wasn't or weren't حقول له they بتاخد weren't يبقى قوله they weren't هبقى اللي حيفرق بين didn't wasn't or weren't في الماضي ان didn't بيجو وراها مصدر wasn't or weren't بيجو وراها صفة او بيجو وراها صرف طب يا مصر في الاخطاء بيضحك علي ازاي توصل لا يقول لك كده she doesn't at work yesterday يعني هي ما كانتش في العمل بقى طبعا الناس هنا اول ما هتشوف doesn't وتشوف معها كلمة yesterday اللي هي من علامات الماضي فبتجر على طول تحطي didn't هقول لك كلي بقى لك بقى يا طرى في هنا فعلا في المصدر هتقول لي لقى ازا ما ينفعش اصلا انفي في الماضي didn't ما ينفعش verbi to do اصلا قمال هيبقى النافي هنا wasn't or weren't هقول she wasn't هبقى she wasn't at work yesterday طب يا مصر بقى لو كان قال لي هنا كلمة stay مثلا هقول لك اه يبقى ازا لو في stay بقى كده كده بقى فعلا في المصدر فبالتالي كنت قلت didn't didn't stay يعني لم يمكس في العمل امسي ده بالنسبة حبيبي للنفي تعالوا نشوف بقى السؤال بشكل ما قولنا قبل كده واتفقنا ان احنا عندنا نوعين اتنين من السؤال السؤال اوليني بسميه yes and no question يعني السؤال اللي اجابته بyes و no فبيبدأ بفعل مساعد او wh question يعني السؤال اللي بيبدأ بقى دات استفهام يبقى دول نوعين السؤال اللي موجود بين في الانجلش طيب قال لي في زمن الماضي السؤال اللي بيبدأ بفعل مساعد هيبدأ بكلمة did طيب وبعدين هيجيب لي الفاعل وبعد الفاعل هيجيب لي مصدر الفاعل اتفقنا خلاص ان did لازم ييجو وراها مصدر تاني did لازم ييجو وراها مصدر طيب لو بدأ بعدات استفهام قال لي لو بدأ بعدات استفهام برده هيجيب وراها did وبعد did هيجيب فاعل سبجكت بتاعي وبعد كده هيجيب لي مصدر الفاعل ويكمل السؤال يعني اذا بدأ السؤال ب did يبقى اذا هجاوب عليه ب yes او لا بدأ بعدات استفهام بشوف الاجابة عليها مثل لما يقولي did you go to the park يعني هل انت رحت للحديقة طبعا هنا طالما السؤال ب did بكده عرفني انه بزمن الماضي ثانيا اني رجع على فاعل المصدر وفاقوله did you go to the park والله لو انا رحت هقول yes واطلع بدل فاقول yes I did طيب لو no اكيد هقول no I didn't didn't يبقى اذا did لما تيجي في اول السؤال بيكون معناه هل هو بجاوب عليها بيساوله ومع did لازم ارجع الفاعل لمصدره عشان كده يجي قولي did ولا do ولا does he watch tv last night او يعني لو شاهد التلفزيون الليل اللي فاتت عطول last night من العلامات الماضي فبالتالي لازم اختار did وهنا لو جايبت yes he did or no he didn't طيب لو السؤال بدأ بدأ استفهم حبيبي قال لي لو السؤال بدأ بدأ استفهم بجيب ولا did وبعد did بجيب الفاعل وبعد كده المنظر يعني لو جيت سألتك كده وقلت لك where فاعل مساعد did you you go yesterday where did you go yesterday يعني اين نذهب تأمس المجي جاوب على السؤال اللي في الماضي حبيبي بشي اللي غد did you بحولها ل i وهنا بقى تالما did راحت لازم الفاعل يبقى في الماضي فاقول i when واجيب المكان to the park يعني انا راحت الحديقة yesterday والافضل طبعا ان اجيب ظرف في المكان وبعد كده حبيبي اجيب ظرف في الزمن مثال تاني مثلا يقول لي when did he get up اه يعني امت هو استيقظ طب هو استيقظ مساء الساعة ستة شلوان وشلد ابدأ من الفاعل بتاع ساعة هي هقول له did راحت يبقى جيد تبقى got فاقول he got up at six يعني هو صحيء الساعة ستة فلما يقول لي في الاختيارات when did semi يقول لي visiting visited visit اس one هقول له او والله طب لما فيه did في السؤال يبقى لازم فعلا يرجع لمصدره يعني لازم اقول visit when did semi visit اس one طب امتى بصنا الباقي بقى السؤال في الماضي وما اخترش did هقول لك لما ما يكونت فيه فعلا في الماضي يعني لو سألتك كده بص السؤالي الجميل ده why did ولا do ولا was he happy yesterday yesterday طبعا حبابي الناس اول ما بتشوف yesterday بس يبقى كده الكلام في الماضي فاروح انا على طول what did هقول لك لأ يطلب في فعلا في المصدر هنا هتقول لي لا ايبقى اذا ما انفحش اجب لك اما لا هجب مين was why was he happy ياسر دي يعني ليه هو كان سعيد انبلا كذلك حبابي لما اشوف الجملة في زمن الماضي لازم اخلي بالي من تركيبة السؤال وانا بعمل السؤال ده في المحادثة يعني مثلا هو قال كده yes he watched the film طبعا هنا حبابي الاجابة دي بدأ بيس هو هنا عايزني اعمل سؤال جميل طالما بدأ الاجابة بيس او نو يعني معناها ان انا هعمل السؤال بتاعي بفعل مساعد طيب هتقول لي ما هنا مفيش فعل مساعد حولك بس الفعل ده في زمن الماضي يبقى على طول حبابي اجيب did الفعل بتاعي مين طب ايه اللي هيحصل للفعل ده هشيل منه الايدي او ارجعه المصدر لو كان شاز فقول did he watch the film يعني هل هو شاهد الفيلم تاني هل هو شاهد الفيلم يبقى اذا اذا كانت الاجابة بدأ بيس او نو وفي الماضي ببدأ انا بده طيب اذا كانت مفيش يس او نو قال لي خلاص ببدأ بادات استفهام يعني لو انا جيت قلت لك كده احمد اوه يعني احمد راح للشوبينج مول عشان يشتري اميس طبعا حبابي هنا دي اللي معناها لكي بشكل ما احنا عارفين لكنها بالزبط ييجي وراها الغرض وبالتالي باسأل عنها يعني عايز اقول ليه يا احمد راح يبقى اذا حسأل هنزل اجيب فعل مساعد حلائي الفعل ده بزمن الماضي يبقى لازم اجيب الفعل بتاعي هتقول ليه يا احمد يبقى اقول وايدد احمد طيب وايدد احمد ايه؟ هترجع فعلك لمصدره يبقى go to the shopping mall يعني ليه احمد ذهب للشوبينج مول فقول لي احمد went to the shopping mall to buy a shirt عشان يشتري اميس ده حبابي بالنسبة لسؤال طيب تعال نشوف بقى how to change distance ازاي يحول الزمن ده into passive voice ليه صغة المبني في المجهول قال لي الكلام بسيط خالص حبابي طبعا في صغة المبني المجهول في زمن الماضي البسيط طبعا كده كده حبابي انا ببدأ بالمفعول الobject التاعي وبعد كده قال لي بجيب من عندي was aware وبعد كده قال لل past participle التصريف التالت للفعل طب بالفعل لو جهه هيجي مسبوق بكلمة باب بسال بسيط لما جقول هاني clean the car يعني هاني نظف العربي لو انا عايز ابني الكلام ده مجهول حب ده من the car لان مياه دية اي حبابي المفعول فحقول the car فعلينا في الماضي باجيب was aware على حسب الكار فقول the car was cleaned by هاني يعني العربية تم تنظفها بواسطة هاني لما يجي اقولك the ancient Egyptians يعني القدماء المصريين built the pyramids يعني بانوا الاهرامات باجيقولك لله تعالى نبني الجملة دي مجهولي باجيقولي اذا pyramids يعني الاهرامات جامعة طبعا فياخد where تصريف الثالث من built هو برضو built الaware built by بواسطة واجيب طبعا the ancient Egyptians اللهم القدماء المصريين تاني the ancient Egyptians القدماء المصريين فاذا هنا لما يجي ابني مجهول بابدأ بالمفعول وبعدين اجيب was aware وبعد كده التصريف الثالث للفعل طيب بعرف ازاي مصدر في الاخطاء اللي دايما المبني المجهول بيتعرف من خلال الترجمة لما ترجمة كملة كويس اعرف انها مبني مجهول مجهول يعني لو انا جيت قلتلك كده the dishes الاطباق washed by mom طبعا هنا مش معقولة الاطباق غسل بابدأ حتى لو مش مديني زمن جملة المفروض الاطباق مش فاعل الاطباق مفعول يعني عايز اقول الاطباق غسل بواسطة mom طبعا مديني هنا الكلام ماضي فانا عايز ما بمجهول في الماضي فاقوم اجيب was aware were dishes واجيب التصريف التالي يبقى اذا هقول the dishes كامعة اخد where وتبقى washed by mom يعني الاطباق اتغسل بواسطة mom تاني الاطباق اتغسل بواسطة mom طيب يا مستر لو الجملة منفية لو الجملة منفية لو الجملة منفية في زمن الماضي البسيط وعايز ابنها مجهول قال لي كلام بسيط جدا قال لي بدل didn't حاجيب wasn't weren't وبعدين برضو حاجيب التصريف التاليه للفعل مع ملاحظة ان انا ببدأ بالمفعول والفعل بتاعي مزوء بكلمة by بمعنى لو جيت انا اقولتلك البنت رانا didn't clean the flat رانا دي ما نظفيتش اشياء قال لي كلام بسيط خالص حدى بthe flat لان هو ده المفعول بتاعي بدل didn't اقولنا حاجيب wasn't aware دي مفرد فتاخد wasn't wasn't فحقول دفلات wasn't cleaned خلي بقى لك من الكلام wasn't cleaned by runner يعني ما نظفيتش بواسطة رانا طيب لو هو سؤال يا مستر حبني مجهول ازاي قال لي لو سؤال حلقية بادئ did وبعد did حلقية الفاعل وبعد كده حلقية المصدر وبعد كده حلقية مفعول لازم يديني مفعول طبعا في السؤال عشان ابني مجهول طب اعمل ايه انا بقى قال لي نفس الفكرة بدل did هبدأ بwas aware بس قبل ما ابدأ بwas aware حبيبي وبص على المفعول ليه لان هو اللي حييجي بعد واز اوار يعني انا قبل ما اجيب واز اوار هبص على المفعول الاول ليه لانه حييجي مكان الفاعل وبعدين قال للمصدر ده لازم يكون تصريف ثالث خلاص ما انا جبت was aware مكان dead يبقى خلي الفاعل في التصريف الثالث وبعد كده نفس الكلام الفاعل حلقين مسبوق بكلمة but مثال بسيط لما اجا اقول لك did ذا ميكانيك من the car لاحظ بقى يعني هل الميكانيك يصلح العربية طبعني السؤال ده في زمن الماضي اللي عرفني did قال لي لما اجي ابني مجهول مكان dead هجيب was aware قلت قبل ما اجيب was aware ببص على المفعول اللي هو the car تاخد ايه هتقول لي تاخد was احول was ها رفع عليك اقول the mechanic لا طبعا was the car لاني بجيب المفعول مكان الفاعل طب مند قال لي لأ مند دي هتبقى best participle تصريف ثالث فقول مند يبقى was the car مند why the mechanic يعني هل العربية تصلحت بواسطة الميكانيكي عشان كده لو جيت لي دي الناس كلها تغلط فيها يعني لو بدأني كده وقال لي does the car wash yesterday طبعا الناس كلها هنا هتبص على مين حبيبي على yesterday مش هتبص على washed خلي بالك فحيراجع did هقول لك لا طبعا هي العربية غسلت ولا اتغسلت هتقول لي لا اتغسلت يعني الكلام ما ابني مجهول ثانيا لو بدأت ب did ازاي هتجيب وراه تصريف ثاني او ثالث مش هينفع طبعا فبالتالي هنا الكلام ما ابني مجهول وبزمن الماضي فلازم اقول was the car washed yesterday تعالوا حبيبي بقى نشوف امتى استخدم الكلام اللي احنا قلناه ده كله سواء التكوين او النفي او السؤال او المبني المجهول قال لي اول حاجة خالص when i talk about actions that started and ended and the boss يعني لما اتكلم عن احداث بدأت وانتهت في الماضي طبعا انا هعرف انها بدأت وانتهت في الماضي دا اتكيد حلائي الكيوردز بتاعتي شكل yesterday شكل last شكل ago شكل one day شكل it's time وشكل كمان i would rather قال لي كل دول حبابي علامات من علامات زمن الماضي البسيط اول ما اشوفها لازم اجيل الفعل التاعي في زمن الماضي البسيط دي بتدل على ان الحدث بدأ وانتهى في زمن الماضي يعني حبابي لما اجا اقول لك لانا watch ولا watched the the film last night اكيد طبعا هتقول لي watched لما اسألك ليه هتقول لي عشان فيه last night last night من علامات الماضي بدأ دليل على ان الحدث دا بدأ وانتهى في زمن الماضي شكل ما قلت لك العبارات مهمة جدا بقى يعني لما اقول لك i would rather يعني مفضل you ان انت وابقول لك take ولا took ولا taken the medicine هنا بقى لازم اقول حافظ ان would rather i wish بدون اي علامات بيجي معهم ماضي بسيط اقول i'd rather you took the medicine يعني لو هنا قال لي i wish برضى اقول له i wish you took the medicine اقول لي it's time اقول له it's time you took the medicine اي واحدة من ثلاثة هجيب معها ماضي يعني لو قال لي كده مستر اجيب ماضي i'd rather watch ولا watched tv اقول له watched لا وعشان اجيب وراها ماضي لازم يكون جاي وراها حبابي جملة كاملة انما لو الفعل جاي وراها على طول فهنا لازم اجيب مصدر الفعل بدون اي اضافات يبقى اول حاجة حبابي بستخدم فيها زمن الماضي البسيط لما كن بتكلم عن احداث بدأت وانتهت في زمن الماضي ثانيا ان انا بستخدمه لما اتكلم عن عادة في الماضي بستخدمه لما اتكلم عن عادة في الماضي والعادة هنا بتبقى بحاجة من الاتنين يا اما بظرف تكرار مع علامة من علامات الماضي يا اما بكلمة used اللي معناها اعتادة ان نسأل بسيط لو قلتلك وقفت كده بس هتقول لي اوه كده always ظرف تكرار ومفيش مع اي حاجة ده من علامات مدارعة بسيط ها قلت هقول plays طب لو كمل بقى he was in Alex لما كان في اسكندرية كان دايما بيلعب تاني سأقول لك لا بقى هنا ظرف التكرار هنا بيدول على ان التكرار ده كان في الماضي اللي عرفني عشان قال لي when he was in Alex فعشان كده لازم اقول play يبقى ما يغرونيش كلمة always لا دربت هالج الماضي فلازم اقول play اذا الاحداث دي كانت بتكرر في الماضي كانت عادة في الماضي او ان انا استخدم كلمة used to وانا used to حبايبي معناها عتاد ان يفعل شيء في الماضي لم يعد يفعله الان طبعا used to بيجو وراها مصدر فلما يجو قول لي he used to smoke يعني هو عتاد ان هو يدخن قال لي a طبعا قال له عتاد ان هو يدخن معناها he doesn't smoke now خلي بالك يبقى معناها ان هو دلوقتي ما عادش يدخن او he doesn't smoke anymore لم يعد يدخن او he no longer smokes او يعني لم يعد يدخن اذا اعتاد ان يفعل شيء في الماضي معناها ان هو ما بيعملوش دلوقتي وقال لي كمان بتدينا معنى he was in the habit of he was in the habit of يعني هو كان عنده عادة طيب he was in the habit of ايه حاجة he was in the habit of smoking يعني هو كان عنده عادة التدخن اذا حبيبي الحاجة التانية ان انا بستخدم فيها زمن الماضي البسيط للتعبير عن عادة في زمن الماضي كمان بستخدمه حبيبي للتعبير عن شيء غير محتمل حدوثه في المستقبل وهنا هتلاقيني بقى بستخدم ايه حبيبي؟ هتلاقيني بستخدم حالة if التانية اللي هي ماضي بسيط والجملة التانية would plus زائد المقدر يعني يقول لي كده if he played يبقى لاحظ جاي if he played will ده شيء غير محتمل حدوثه if he played will he would يعني لو هو لاب كويس هيكسب يبقى لاحظ انا استخدمت زمن الماضي البسيط للتعبير عن شيء غير محتمل حدوثه في المستقبل وده في حالة if التانية ماضي بسيط وتزائد المستقبل بقى اذا لازم اذاكر الزمن ده كويس جدا عشان بيترطب عليه حاجات كتير جدا بعد كده في القناة لازم اعرف تكوينه بيكوه من ايه لازم اعرف استخدامه امتهى استخدمه العلامات بتاعته انها في السؤال وكمان المبني للمجم شكرا للمشاهدة ولكن لا تذكر اشترك اشترك اشترك